ونبدأ نشرتنا الرياضية مع انطلاق مباريات دور التمانية في بطولة كأس العالم 2022 وفي مباريات مهمة منها لقاء البرازيل مع كرواتيا وللمدير الفاني زلاتكو دالتش لمنتخب كرواتيا أكد أنه كان بيتمنى مواجهة البرازيل في أدوار متقدمة في كأس العالم بدلا من مواجهتهم في الدور الربع النهائي وقال كمان دالتش على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بموارات كرواتيا والبرازيل هنلعب علشان نفوذ ونحقق الانتصار من ناحية تانية لوكا مودريتش نجم المنتخب الكرواتي أكد أن منتخب بلاده بيمتلك الفرصة في الفوز على البرازيل والتأهل للنصف النهائي كأس العالم قطر وقال مودريتش على هامش المؤتمر الصحفي هنلعب واحدة من أصعب المباريات في كأس العالم البرازيل تستحق تكون من المرشحين لكن لازم نقدم أفضل حاجة عندنا ونلعب أفضل مباراة أما بقى تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل قال أن المنتخب الكرواتي عنده الكتير من الثبات والكتير من الجودة لكن عايزين نلعب بأفضل مستوياتنا لأنه الأفضل هو الهيفوز أوجه تيتي رسالة للأسطورة البرازيلية بيلي وقال بيلي ملهم لنا ومنتمنى يكون بصحة أفضل نجوم المنتخب البرازيلي حرصوا على قضاء بعض أوقات التسلية داخل معسكر المنتخب وده لتخفيف الضغوط قبل مواجهة منتخب كرواتيا في اللقاء اللي هيتلعب النهاردة ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكاس العالم لعيبة البرازيلية نفسه في مباراة البلاي ستيشن وتفوق نيمار دي سيلفا على كل زميله في المنتخب لونياه إلا إسكالوني المدير الفني اللي منتخب الأرجنتين تكلم عن المباراة المرتقبة قدام هولندا واللي هتلعب النهاردة على ملعب لوسيل ضمن منافسات دور ربع نهائي ببطولة كاس العالم وقال إسكالوني لازم نكون هديين قدام هولندا وهنقدم كل حاجة عندنا في نفس الوقت إحنا متأكدين برضو أن كرة القدم غدارة أما لويس بانجال المدير الفني لمنتخب هولندا فعلق على مباراة منتخب بلاده اللي هتتلاعب مع الأرجنتين وقال طريقة إيقاف خطورة ميسي قائد منتخب الأرجنتين مش صعبة إحنا بلد عندها قدرات تقدر تحقق لقب كاس العالم وبيوصل للمنتخب الإنجليزي استعداداته لمواجهة المنتخب الفرنسي في المباراة المرتقبة واللي هتجمع المنتخبين على أستاذ البيت بكرة في إطار منافسات الدور ربع نهائي بكاس العالم قطر 2020 كمان رجع النجم كريستيانو رونالدو لتدريبات المنتخب البرتغالي اللي بيستعد لمواجهة منتخب المغرب ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كاس العالم عودت رونالدو لتدريبات منتخب البرتغالي ظهرت بعد التقارير الصحفية اللي اتدعت وقالت أن الدون عنده رغبة في مغادرة معسكر الفريق وده بسبب غيابه عن التدريب يوم الأربع اللي فات اعتراضا على مشاركته كبديل قدام سويسرا في الدور الستاشر من المونديال كمان كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي رد على الأخبار دي وكتب على حسابه على الانستجرام نحن مجموعة متماسكة للغاية بحيث لا يمكن كسرها من قبل أي قوة خارجية أم شجاعة لدرجة ألة تسمح لنفسها بالخوف من أي خصم فريق بالمعنى الحقيقي للكلمة سيقاتل من أجل الحلم حتى النهاية الاتحاد الإسباني لكرة القدم أوجه الشكر لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على مدى السنوات الأليلة اللي تولى خلالها قيادة المنتخب وأصدر الاتحاد الإسباني بيان رسمي أعلن فيه رحيل إنريكي وده بعد ما وضع المنتخب الإسباني كاس العالم من دور الستاشر بعد الهزيمة من المغرب برقلات الجزاء الترجحية بنتيجة 3-0 مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع نكمل باقي فقراتنا مع بسانت ومصطفى شكرا لك يا لاميا